اذا كاربا الذي داس على الزرار ونور الانوار وشريف الافند اللي اطفاها بجونه الثالث هلك يالله بقى مين لطفنه مين لطفنه انا عادي اقول حاجة جماعة جميل ومقاح للانتصار ولكن انا بقى موتغازوا مني زي ما انتوا عايزين انا احتفل هنا انا والاستاذ ابراهيم ومعايا المشاهدين والجماهير تماما ولكن ما قاله الكابتن سالع بن حفيز هو ملخص الامر خلاص يا جماعة من بكرة او من النهاردة بالليل عدينا مطش تاني في منتهى الاهمية قبل ان نسافر الى كأس العالم نتمنى الفوز به هذا المطش الغتت واخد بالك العنيد الذي يستعص علينا كثيرا لظروف كثيرة معظمة تحكمية لكن نتمنى ان تستمر الصحوة حتى نذهب ونحن نتمتع بهذه الافضلية المريحة اللي ممكن خلي بالكو فيه مغالطة صغيرة بس هنا والنبي عايزة القول بان انا نبتعد بالقمة تمن نقاط ده مش مزبوط احنا نبتعد بالقمة اربع نقاط فيوتشر ورانا وفيوتشر يتسلل بثقة بهدوء وخطورة بهدوء وخطورة فعلينا ان نعي اننا الفارق اربع نقاط ليس تمن نقاط هو تمن نقاط نفرح لان المنافسة بين الاهل والزبايق تستحق هذه الفرحة على فكرة هو الزمالك دلوقتي في المركز الخامس المقولين كمان بيتسلل الزمالك 26 نقطة برمد تساوى مع المقولين في 27 نقطة المقولين الفريق الوحيد في الدور السنة دي بل انه اعتقد ممكن الزميل عبد العزيزة ابو حمر عامل احصائية انه برمد الفريق الوحيد او المقولين الفريق الوحيد بين خمس في العالم اللي كسبوا كل مبارياتهم في عشرين تلاتة وعشرين يعني شوء غريب عامل انجاز عشرين تلات عشر اسبوعين اه كل الماتشات هو لعب خمس ماتشات في السنة الجديدة لا انجاز كسبهم كلهم بص ماتش الداخلية استقبل هدف اه الاداء ما كانش احسن حاجة ولكن في الشوط التاني خبرات مدرب صحيح بتقل كابت الشووي والتزام لعيبة على فاكر المقولين يا جماعة عنده سكواد اه لا حلو التساوى المقولين مع برامد في سبعة وعشر نقطة والزمالك ستة وعشر نقطة اهل منهم فيوتشر خلاص اهل من الاهل باربع نقاط الاهل اربعة وثلاثين وفيوتشر تسعة وعشرين عشان كده المسألة مش سهلة خالص اشتركوا في القناة